تلقى صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليلعهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رفع فيها إلى سموه خالص التهاني والتبركات بمناسبة فوز فريق بحرين ون لسباق السيارات وتحقيقه ثلاث بطولات عالمية على مدى ثلاث سنوات وحصول الفريق هذا العام على المركز الأول والثاني والثالث والخامس في بطولة العالم لسباقات السرعة دراغ ريسينغ في ولاية نيفادا الأمريكية والتي تعد من أكبر السباقات والتحديات وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة أن هذا الإنجاز جاء بفضل ما يحظى به الفريق من اهتمام وتشجيع من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشيرا إلى أن هذا الفوز التاريخي يسجل ضمن الإنجازات التي تحققت في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم رعاه الله مضيفا أن هذا الفوز الباهر لفريق بحرينوان يثبت ما يتمتع به من قدرات متميزة أسهمت في اعتلائه منصات الفوز بجدارة ما يعكس المكانة الحضارية المشرفة التي تحظى بها مملكة البحرين في سباق السيارات عالميا وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية إلى سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم أعرب فيها عن شكره وتقديره لسموه مشيدا بالمساعي الطيبة التي يبذلها سموه والتي تجسدت في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي لمملكة البحرين منوها بالجهود الكبيرة التي بذلها أفراد فريق بحرين ون لسباق السيارات وما تمتعوا به من روح العزيمة والإصرار مما أهلهم لتحقيق هذه الإنجازات المشرفة في هذه البطولة العالمية ومختلف البطولات الدولية متمنيا لهم دوام التوفيق في المشاركات القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر